السلطات اليونانية تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية وفق ما أعلنت شرطة البلاد وسائل إعلام يونانية رجحت بأن الشخصين كانوا يتجسسان لصالح تركيا أحدهما يعمل على متن عبارة تبحر من رودوس إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع في مياه كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين أنقرة وأثناء أما الآخر فيعمل في القنصلية التركية في رودوس قناة CNN اليونان ذكرت أن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة التطور الأخير يصعد حدة التوتر بين البلدين الذين تشهد علاقاتهما تدهورا بسبب المنطقة البحرية في شرقي المتوسط وحقوق التنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية فيها وأثارت تركيا غضب اليونان بإرسال سفينة استكشاف وزوارق من البحرية إلى مياه متنازع عليها فيما تحض أثناء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أنقرة من بينها فرض حظر على التسليح بهدف وقف تصرفاتها التي تصيفها بالاستفزازية ترجمة نانسي قنقر